لقراءة في كل هذه التطورات ينضم إلينا في ألستوديو الكاتر الصحفي مزمل أبو القاسم أهلا بك سيدة أبو القاسم اسمحني أن أبدأ معك بأحدث تطور جراء اليوم وهو أعلان الجيش السوداني موافقته المبدئية على مبادرة إيجاد بكل ما تتضمنه من بنود ولكن أود أن أسألك أيضا عن عدم سماع أي رد أو تعليق حتى اللحظة من قوات الدعم السريع على هذه المبادرة هل نفهم من ذلك رسالة ما هذا هو الموقف المعلن من السودان اتداء أنه يريد حلا سودانيا صرفا أو بمساعدة من منظمات الإقليم مثل الإيجاد أو الاتحاد الإفريقي السودان لا يريد تدخلا دوليا يعقد الأزمة لأن تجارهم على التدخلات الدولية والأممية كانت مريرة ولم تؤدي إلى علاج المشاكل والصراعات التي تمت في السودان سيما في إقليم دارفور لذلك لم يكن مستغربا أن يوافق السودان على أي مبادرة تطرحها دول الإقليم منظمة الإيجاد أو الاتحاد الإفريقي أما بالنسبة لشقة الثانية من السؤال بخصوص عدم سماع رأي القوات المتمردة من الدعم السريع فتلك معضلة ظلت تعاني منها هذه المجموعة منذ فترة على احتبار أنها فاقدة للاتصال بقياداتها وتواجه الصعوبة حتى المنظمات الدولية التي ترغب في التوسط لحل هذه الأزمة ولكن تم التوصل معها خلال فترة الهدنة في فترات متقطعة بكل تأكيد أما الهدنة نفسها فهناك خرقات عديدة لها تتم يوميا على احتبار أن الجيش السوداني يعلن يوميا أن المجموعة المتمردة عليه تحاول استغلال الهدنة لتجميع الشتات نفسها وإمداد قواتها بالزخير والوغود والأضعمة وخلاف الشيء الذي يجدره على التعامل معها بالقوى العسكرية المجموعة المتمردة من الدعم السريع أصلا تواجه إشكالية لأن الجيش السوداني بادر بقصف مقراتها ونظوم اتصالاتها ونظوم مدادها وإجبارها على أن تظل مباثرة في رجاع العاصمة القومية وأن تختبئ من القصف الجود سنعود أستاذ أبو القاصم للنقاش في هذه النقطة لكن دعنا نتابع مع جهود الوساطة تعلم بأن جنوب السودان احتضن اتفاق السلام سابقا في جوبا ما الذي يجعل جنوب السودان ربما الأقدر من غيره على احتضان وساطة حقيقية لسيما وأن البرهان وافق موافق مبدئية على إرسال ممثل من الجيش للمشاركة في مفاوضات محتملة هناك نعم السودان الآن يركز على المبادرة الإيقاد المبادرة الصادرة من الإيقاد وجنوب السودان جزء من هذه المبادرة على اعتبار أن منظمة الإيقاد كلفت رؤساء سلاسة دول من دول الإيقاد بصياغة مقترحات حول الحل وبالتواصل مع طرفية النزاع لتوصل إلى صيغة مقبولة تنهي هذا النزاع الإشكالية التي تواجه المجتمع الدولي وحتى الإقليمي في التعامل مع هذه الأزمة أنهم لا يفهمون طبيعة هذا الصراع أو لا يريدون في الحقيقة أن يفهموا طبيعة هذا الصراع هذا ليس صراعا بين جيشين من دولتين مختلفتين وليس صراعا بين جنرغالين كما تصور بعض الجهات هذا الصراع نتي عن محاولة استهلاع على السلطة تمت بواسطة انقلاب عسكري نفذته قيادة الدعم السريع وحشدت له قوات ضخمة وإمكانيات عسكرية هائلة وحاولت أن تستولي به تتحدث عن هذه اللحظة الراهنة ولكن الانقلاب العسكري بالأساس قام به الجيش عندما كان أيضا هو وقوات الدعم السريع رفقاء درب لم يكن هناك انقلاب عسكري إذا كنت تتحدثين عن 25 أكتوبر هذا كان اتفاقا صنائيا بين القوى الحرية والتغيير والجيش واختلف الطرفان في انهار الانتفاق أو التحالق أما الآن فهذا نظام قايم أصلا وتديره القوى العسكرية في السودان هي التي تسيطر على السلطة في قيادة الجنرال أو الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والفريق أول محمد حمدان دقلو هم الذين يسيطرون على السلطة الذي حدث أن قيادة قوات الدعم السريع أرادت أن تستولي على السلطة منقلاب عسكري وقد صرح رئيسها أو قايد قوات الدعم السريع بذلك على الملأ وظهر في الفضائيات وقال إنهم هاجموا القيادة العامة الذي قال قبط على قايد الجيش الذي هو يحتل في الوقت نفسه منصب رئيس مجلس السيادة نعم طيب الآن قوات الدعم السريع وأحمد يقولون بأنهم يقاتلون من أجل الانتقال الديمقراطي وعدم عودة رموز النظام السابق إلى المشهد وإلى السلطة والإسلاميين مجدد إلى السلطة ما تعليقك على ذلك؟ هذه ملهاء لا يمكن أن تتحدث عن انتقال مدني وعن تحول ديمقراطي بالحرب الحرب نقيض الديمقراطية والقتال نقيض التنافع بالكلمة وبالرأي لا يمكن الوصول إلى حل مدني ديمقراطي بإجعال حرب يعاني منها ملايين المدنيين هذا مضرر واهي يناقض نفسه بنفسه بكل تأكيد من يعرفون طبيعة هذه القوات يعلمون أنها لا صلة لها لا بالحول المدني ولا بالديمقراطي وأنها تورطت في تجاوزات كبيرة وأنها شاركت في عملية فضل احتصام وقتلت مئات المدنيين في احتصام القيادة وأن هذا صراع على السلطة يجب أن يتم توصيفه بطريقة صحيحة المجموعة المتمردة من قوات الدعم السريع حاولت الاستيلاء على السلطة وهي تمثل قوة هالمجر الآن هو ما غير شكل المشهد يعني هذا ما اعتبره كحركة متمردة من قوات الدعم السريع على الجيش السوداني هو ما حول الصورة الآن بعد أن كانت الصورة بأن الجيش مع قوات الدعم السريع هم الذين انقلبوا على الحكومة المدنية يعني تغير المشهد الآن وتحول إلى صالح الجيش السوداني باعتباره القوات المسلحة الممثلة لسودان بشكل رسمي قائد الجيش هو رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع عضو في مجلس السيادة يطلق على نفسه منصب نائب مجلس السيادة ولكن في الوسيقى الدكتورية لا يوجد منصب بهذا التعريف بهذا الاسم وبالتالي هما تشاركا الجيش وقوات الدعم السريع تشاركا إدارة الفترة الماضية واقتسمها السلطة سويا وعندما اختلفها حاولت قيادة قوات الدعم السريع تنفيذ انقلاب عسكري كي تستولي بها على السلطة هذا هو التوصيف الصحيح للأحداث ولا يمكن الوصول إلى حل من دون توصيف هذا الصراع طريقة صحيحة لأنك لا تستطيع أن تعالج المرض من دون تشخيصه تشخيصا صحيحا دعنا نعود معك قبل أن نختم معه رولا إلى نقطة أخرى مهمة في مستجدات اليوم إطلاق صراح عدد من السجناء كنت سألت ضيفي منذ قليل كان معنا هنا في الستوديو عن هذا الأمر لمصلحة لمن إطلاق صراح السجناء وعلى رأسهم قادة النظام السابق من المستفيد برأيك من هذه الخطوة في ذلك الاتهامات متبادلة من الطرفين بالمسؤولية عن ذلك نعم هذا الأمر لا يمكن أخذه بمعزل عن ذكر ما سبقه العاصمة السودانية عانت على مدى أكثر من عشرة أيام ظروفا استثنائية إن عدمت فيها الأغزية وخدمات المياه والكهرباء والأمن وحتى الخدمات الصحية هذا الأمر انعكسه سلبا على السجون سجون في العاصمة القومية وفي بعض مدن الولايات أيضا قوات الدعم السريع باذرت بمهاجمة سجن حي الهدى بإطلاق صراح بعض أعضائها المحكومين في جرائم قتل في غرب السودان وحضرتهم وبعد ذلك خرج المحكومون من السجن لأن الإدارة السجن لم تستطع أن توفر لهم لا غزاء ولا ما ولا كعرباء ولا رعاية صحية تكرر ذلك أيضا في سجن النساء في مدورمان وتم إطلاق صراح كل نزيلات السجن تكرر المرة الثالثة في سجن سوبا وتم إخلاء السجن تماما لنعدام ظروف الحياة ومقويمات الحياة فيه وتكرر المرة الرابعة في سجن كوبا تم الإثراج عن كل السجناء لأن السجن يضم آلاف السجناء لا يتوفر لهم ماء ولا كهرباء ولا علاج وبالتالي فروج هذه المجموعة تم في هذا الإطار هم أيضا وحسب ما أعلم أصدروا بيانا أكدوا فيه أنهم اضطروا إلى الفروج بعد أن انعدمت مقويمات الحياة في السجن شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي مزمن أبو القاسم شكرا لك